سهلا خير يا جماعة ازايكم عاملين اياه اخباركم ايه وحاشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنشرح طريقة توصيل الفلاشة على الايفون. لو انت عندك فلاشة وعايز توصلها بالايفون سواء عشان تاخد من على الفلاشة دي حاجات تحطها على الايفون او تسحب حاجات من الايفون تحطها على الفلاشة. الطريقة سهلة وبسيطة والفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هيشرح توصيل جميع انواع الفلاشات على الموبايل. طيب عند اولا كده عشان نبدأ كده فاحنا عندنا نوعين من الفلاشات. عندنا اول حاجة الفلاشة العادية بتاعتنا اللي كلنا عارفين هديات. تمام? وعندنا نوع تاني من الفلاشات وهو الفلاشة دي. اللي هي بتكون مخصصة للايفون. فتحة بتكون زي ما انتم شايفين كده. والنحية التانية بتاعتها مخرج. طيب دي هنشغلها ازاي? ودي هنشغلها ازاي? ده اللي احنا ان شاء الله هنشوفوه في الفيديو بتاع النهاردة. وايه الادوات اللي احنا هنحتاجها عشان نوصل اي فلاشة عادية بالموبايل. طيب اول حاجة هوري لكم برضو الادوات كده دي حاجة من الحاجات اللي احنا هنحتاجها. تمام? زي ما انتم شايفين كده الاوتو جي ايفون. دي اسمها اوتو جي يو اس بي ايفون. ودي وظيفتها ايه? دي وظيفتها ان هي توصل لك اي نوع فلاشة على الموبايل بتاعك وتعرفها. ودي برضو عندنا منها نوعين. وهنشرح النوعين وازاي تستخدمهم. هنشوف ديت برضو على الطبيعة مع بعض. عشان نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه? ده نوع من الانواع انا بحب استخدمه جدا اسمه تمام? وفيه برضو نوع تاني نضيف جدا اسمه وهنقول برضو ايه الفرق بين الانواع دي زي ما انتم شايفين كده. ده بيكون مخرج تمام? بس فيه والناحية التانية بتكون لو احنا جبنا الفلاشة العادية بتاعتنا نقدر نحطها هنا زي ما انتم شايفين كده الفلاشة ركبت هنا اهو. اهو. وبنبدأ بعد كده نوصلها في الموبايل وهقول لكم الخطوات وبالنسبة الفلاشة التانية اللي هي العادية اللي هي مخصصة اصلا للايفون هقول لكم البرنامج اللي بيشغلها وازاي نقدر ننقل منها وإليها سواء بالفلاشة دي او بالفلاشة دي. في الله بينا بقى عشان ما طولتش عليكم نبدأ في الشرح العملي والروح للموبايل بتاعنا بس ما تنسوش بقى الجميل وتشترك في القناة لو انت لسه اول مرة تشوفني او مش مشترك عندي في القناة وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل مع بعض لمية الف مشترك ان شاء الله. اول حاجة هنشرحها مع بعض كده طريقة توصيل الفلاشة اللي هي من ناحية فلاشة عادية ومن ناحية التانية بالمناسبة الشركة اللي بتقدمها لنا الشركة دي اسمها يعني نوع الفلاشة هتكون وهتلاقوا بتاعها مكتوب عليه ايفون ايباد هي مخصصة للايفون ومخصصة للايباد. اول حاجة هنعملها ان احنا هنوصل كده الفلاشة بالايفون بتاعنا. كده الفلاشة دخلت الايفون عادي. اول ما بتوصل الفلاشة بيطلع لك الرسالة اللي انت شايفها في النص دي. الرسالة دي معناها ان هو بيقول لك انت دلوقتي وصلت فلاشة محتاجة برنامج عشان ينزل طيب. لو الرسالة دي ما طلعت ليش. اعمل ايه? حدي جدا هدخل على كده من هنا. وادخل على السرش من هنا. وهكتب اهي. اول نتيجة طلعت معنا. وبعد كده هبدأ احمل البرنامج ده. البرنامج دوت اللي بيكون خاص بشركة عشان يعرف الفلاشة دي على الموبايل. وتقدر ترسل وتستقبل من البرنامج ده. تقدر تاخد حاجات من على الموبايل. تحطها على الفلاشة او حاجات من الفلاشة تحطها على الموبايل. بعد كده هنعمل البرنامج ده اوبن. هتقول له اوكي. من هنا وبعد كده هتقول له اكسبت. بعد كده هتقول له اجري. هنا بيقول لك انت البرنامج طالب منك. سماح لكل الصور اللي عندك على الموبايل والفيديوهات عشان تقدر تدقلها. فانت هنا لازم تقول له اللي هو الاختيار التاني. وبعد كده بيطلب منك برضو هنا. سماح للبرنامج ان هو يوصل لكل عندك فانت بتقول له برضو هنا اوكي. بعد هنا بيقول لك برضو ان هو بيطلب ان هو يوصل لكل حاجة بقى اصوات وكل حاجة فانت برضو بتقول له اللاو. بعد وصلنا دي الوجهة الرئيسية للبرنامج. هنا بيطلب منك ان انت تحط الفلاشة في الموبايل. فانت بتبدأ تحط الفلاشة كده في الموبايل عشان تبدأ تستخدم الفلاشة بتاعتك وتنقل من الموبايل وللموبايل. كده الفلاشة فتحت معنا اهي. بعد كده هتقول له هنا بيقول لك اختيار ده مهم جدا. بيقول لك هل انت تريد ان انت تعمل او نسخة احتياطية من الموبايل بتاعك او من الفوتو بتاعتك الصور بتاعتك والفيديوهات بتاعتك على الفلاشة. ولا لأ. لو انت حابب الموضوع ده فانت هتقول له اهي اللي هو الاختيار الاحمر ده. طيب لو انت مش حابب الموضوع ده دلوقتي فانت هتقول له اهو. انا كده عملت له اوكي بدأ يفتح اهو. كده البرنامج فتح معنا والفلاشة اريا هنا بيعرفك المساحة بتاعة الموبايل عن ناحية اللي على الشمال. بيقول لك الايفون سبيس واحد وسبعين جيجا يوزد من متين ستة وخمسين. طيب بيقول لك هو مستخدم منها خمسمية اربعة وتسعين ميجا من اربعة وستين لان ديات انا استخدمتها قبل كده. طيب اول اختيار عندنا مهم جدا هو كوبي فايلز. كوبي فايلز ده مهمته ايه? هضغط عليه كده وهنشوفه مع بعض. دخلنا كده على الكوبي فايلز. هنا بيقول لك كوبي فوتوز فروم ايفون انت عايز تاخد نسخة من الصور للايفون والعايز تاخد ملفات من الفلاشة للايفون. هضغط على اي واحدة. وليكن كده انا هنا باخد هختار صور معينة هبدأ ان انا احطها على الفلاشة. وليكن انا عايز دي وعايز دي وعايز دي. التلاتة دول بس. هو معامل ايه? هقول له كوبي اهو. اهو. واحطه هنا وهقول له كوبي هير. كده هو خلاص اخدهم. طيب. هنا بيطلع لك رسالة بيقول لك ان انت كده نسخت تلات صور لو انت عايز تمسحهم من على الايفون بتاعك تقدر تمسحهم. مش عايز تمسحهم ما تمسحهمش. عايز تمسحهم ما تعملهم مش عايز هتقول له طيب ندخل على الاختار اللي بعد اللي هو لو الفلاشة دي عليها ملفات وعايز احطها على الايفون. بضغط كده بيقول لك دي الملفات اللي على الصور اللي احنا لسه نقلنها اهو. لو واحد اتنين تلاتة. هلاقي تحت كوبي ايفون. بعملهم كوبي ايفون. قال لك خلاص هما كده اتنسخوا على الموبايل. الموضوع ده سهل. الموضوع ده ما فيهوش اي حاجة. كده هنتعلمت ازاي اخد من الفلاشة ودي للفلاشة. طيب ده كان الاختيار الاول بتاع نسخ الملفات. نيجي عند الاختيار التاني اللي هو هضغط عليك كده. هنا بقى حاجة سمارت جدا وجميلة جدا هنشوفها مع بعض. هنا لو بصينا فوق خالص كده في النص هلاقي حاجة اسمها اي اكسباند وهلاقي حاجة اسمها ايفون. هنا اللي بقدر ادخل على الموبايل اشوف كل حاجة على الموبايل مسلا الصور الفيديوهات الموسيقى الملفات. طيب برضو بدخل اشوف هنا الملفات الموسيقى الفيديو او الصور. اهو. ابقى انا كده اقدر اختار من هنا واحدد واودي واقدر اختار من هنا برضو واحدد واودي. لو انا عايز اعمل حاجة هعمل وابدأ اختار كده اهو وبعد كده هقول له اي اختيار انا عايزه سواء اضيف او اقفلهم او اي حاجة من دي او امسحهم او الكلام ده كله. هعمل رجوع كده. هنا بقى الاخيرة دي سوري. لو انا عايز اعمل للموبايل كله على الفلاشة بتاعتي. بيكون عبارة عن ايه? بيكون عوارة عن صور وفيديوهات. وبعد كده الاسامي والكلام ده كله برضو له حل تاني وبرضو هورها لكم. هقول له هنا اهو. في هنا اكتر من اختيار. اول حاجة من المكتبة بتاعة الموبايل. بعد كده من جوجل. بعد كده الكلام ده كله تقدر تاخد منه تمام? دي كده كانت الاختيارات اللي انت بتحتاجه عشان وقت الفيديو ما يتولش. اللي انت عايزه من هنا تقدر تعمله تدخل هنا بتبدأ تاخد بتقول له اوتوماتيك باكب ولا عادي. لو انا عملت اهو عشان حاجة دي مهمة جدا. لاحز فوق كده. هيقولك هو دلوقتي اخد بعمل تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بيعده من الف تلتمية تسعة وستين صورة. تمام كده? وصلت معنا وشايفين الصور اللي هو عمال بيعدها فوق. هعمل له كده بوز عشان وقت طبعا الفيديو ما يطولش علينا. بعد كده دخلنا على بتاع او الاسامي او الكلام ده كله. اهو هيبدأ يعمل بقبل كل الاسامي اللي موجودة برضو على الموبايل بتاعنا للفلاشة. طيب نرجع بقى خطوة اخيرة كده. هندغط على الترس اللي فوق على اليمين ده زي ما انتم شايفين. هنا لو انا عايز اعمل اسم للفلاشة بتاعت دي. لو انا عايز اسميها دي مسح الزاكرة المؤقتة بتاعة الفلاشة او حاجة متعادة. هوقف معلش هنا ده عشان ما ياخدش بسرعة. بعد كده هعمل دي لو انا فعلتها كده وقلت له هنا اقدر اعمل للفلاشة دي. تمام كده? وبعد كده اقول له طيب. المفروض يكون في ويكون في ويكون في ارقام. بكتب هنا مرتين. وبعد كده بقى كده. هنا في ايكونة الاخيرة اللي هي دي لو انا عايز يفتح بالفيس اي دي او لأ حابه يفتح بالفيس اي دي بفتحها كده مش حابه يفتح بقفلها بالطريقة دي. تمام? بعد كده بقفل هنا. انا مش عايز اعمل الفلاشة. بعد كده الباقي مش مهم خالص. دي كده كانت معلومات عامة بالنسبة الفلاشة اللي هي ازاي تاخد من ها وتنقل لها الملفات وازاي تعمل عليها. بعد كده هندخل بقى على حاجة تانية خالص وهي توصيل الفلاشة العادية. اول حاجة انت القطعة اللي انت هتجيبها دي ممكن يكون في منها اتنين. اول حاجة ان القطعة دي اول ما توصلها بالموبايل تقرأ. والقطعة التانية لو مش اصلية هتحتاج ان انت تفتح لها البلوتوس. طيب احنا كده وصلنا الفلاشة في القطعة وبعد كده وصلناها دلوقتي كده في الموبايل. طيب بتظهر فين الفلاشة دي او اجيبها منين? هي بتظهر فيه الفايلز. عارفين الفولدر بتاع الفايلز اللي هو ده اهو. فولدر الفايلز اهو. بدخل على الفايلز كده. بفتحه وبعد كده بدخل على بعد كده قال لك ان هنا في دي اللي هي الفلاشة بتاعتنا. مش متسمية اهو. زي ما انتو شايفين اهو. لو انا شلت الفلاشة كده. النو نيم دي اختفت. طيب حطيت الفلاشة تاني كده. هلاقيها اردت زي ما انتو شايفين كده. اهو طبعا الفلاشة دي معمول لها تمام فعشان كده مش هتفتح معنا. طيب لو جبنا فلاشة تانية بقى مش مفتوح لها. مش معمول لها هنوصلها اهو. عملت وصلت فلاشة تانية. اهو قال لك. اهو. دي الفلاشة التانية وصلناها عن طريق القطعة بتاعتنا. طيب لو القطعة دي مش شغالة كل اللي انت هتعمله ان انت تيجي هنا تفتح البلوتوس كده بالطريقة دي. اهو. هتلاقي حاجة اسمها كلمة اسمها هتنور عندك هتعمل لها شكرا. طيب اعرف منين القطعة دي اصلية ولا مش اصلية. اول ما تحطها في الموبايل لو طلبت لو طلبت يعني ايقونة البلوتوس اتفتحت يبا هي كده مش اصلية وهتحتاج ان هي تربط بلوتوس طيب. لو الايقونة دي ما فتحتش والفلاشة دخلت على الفايلز ولقيتها بتقرأ على طول بالمنزر ده هنا كده في هنا يبقى هي كده خلاص شغالة اوتوماتيك طيب. لو انا عايز انقل منها او ليها. هاخد الصورة دي كده اهو. انا عايز اخدها هعمل لها موف. وبعد كده هبدأ اختار المكان اللوكيشن. وابدأ احطها هعمل براوز هكتب وهبدأ مسلا احطها هنا واقول لها مسلا دولودز اهو هقول له كوبي. كده انا حطيت الصورة دي كوبي. تعال كده نبص اهو دولودز لقيت الصورة اللي انا لسه اخدها. اهي. يبقى كده خلاص. هناخد بقى الفيديو اللي هو بس لما بتاع اي قس استاشر ده. ده سبعمية ميجا. هاخده كده. بعد كده هعمل له موف. بعد كده هضغط على اللي فوق دي عشان اقدر اختار المكان. بعد ما بضغط على بدخل على الفلاشة بتاعتي. وبعد كده بقول له هنا كوبي. اهو. شايفيني الدايرة بقى اللي ظهرت فوق اللي بدأت تملأ بالراحة واحدة واحدة دية. اهي اللي انا مش هورد لكم عليها دي. هي دي. الدايرة دي اهو لو ضغطت عليها كده. هيقول لك انه هو دلوقتي بيعمل كوبي للفيديو ده على الفلاشة بتاعتنا. هنستنى يخلص كده. بيقول لك فاضل له حوالي واحد وعشرين ثانية. هنستنى نخلص وندخل على الفلاشة مع بعض. ونشوف الفيديو. هل يا ترى اتنقل صح ولا لا. فاضل خلاص عشر ثواني اهو. طبعا الفيديو مساحته كبيرة. تمام? سبعمائة ميجا برضو مش قليل. اه موبايلك لو طبعا كده كل طبعا معلات باصدار الموبايل بتاعك والبرسوسر بتاعك هيكون عملية النقل اسرع. هو دلوقتي خلص كده. هدخل على هدخل بعد كده على الفلاشة هلاقي الفيديو طيب. عايزين نتأكد برضو ان الفيديو موجود لسه على الفلاشة وان كل حاجة تمام. انا كده خلعت الفلاشة. هبدأ اوصل تاني اهو. وصلنا. تاخد حوالي خمسة ثواني عشان تقرأ. فتحت الفلاشة اهو. ضغطت عليها ادي الفيديو بتاع ايو اس ستاشة. شغلان اهو. مفخوش اي مشكلة من على الفلاشة. اقدر اخد الفلاشة دلوقتي احطها في اي كمبيوتر او في اي جهاز تاني وانقل من عليها اللي انا عايزه. ده كان شرح فيديو النهاردة واسف جدا 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 ان انا طولت عليكم في الفيديو. بس كنت حابب اشرح كل حاجة بتفاصيلها بحيس تقدر تستفاد ولو وجهتك اي مشكلة تقدر تحلها. وان شاء الله اشوفكم على خير بازن الله الفيديو جاي بس ما تنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما للمجهود بتاعنا. وان شاء الله لو اي حد عنده اي سؤال يادر يكتبوا لي في كومنتات وانا هرد عليه ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. واشوفكم على خير ان شاء الله.